كيف سيتكادم في هذه الزاوية؟ في أي طار يمكن وضع هذا الاهتمام الأمريكي لهذه الإدارة المبكر بهذا الملف في ضوء ازدحام الجنداتها والتحديات تمامها؟ نعم لأهمية ليبيا الستراتيجية ومقاها الستراتيجي وأهمية وجودها في هذه المنطقة. لأن هذه المنطقة قريبة عن الدول الأوروبية. قريبة عن أعضاء حلف الناتو. أي شيء يحدث في ليبيا سيؤثر على جيرانها من الدول الأوروبية وكذلك الاهتمام الآن. لأنه الرعاية المغربية إلى المباحثات التي يعطت نوع من التشجيع وجرعة من الأمل إلى الإدارة الأمريكية والأمم المتحدة للتدخل بشأن الليبي. أما لجنة خمسة زائد خمسة. هناك احترام وهناك تقدير وثقة تجاه هذه اللجنة وتوصياتها من قبل الإدارة الأمريكية وكذلك الأمم المتحدة وأعتقد الآن هو النقص هو التوافق السياسي وليس التوافق سواء العشائري أو التوافق العسكري. لأنه لجنة خمسة زائد خمسة حسب ما ذكر أستاذنا العزيز عبد الحفيظ أنها اختارت منتصف السكة. منتصف الطريق وسط الدولة وهي مدينة السرط. إذن هناك توافق عسكري. توافق قبلي اجتماعي. ولكن الإرادة السياسية ليست موجودة. وهذا ما ستدخل أمريكا ربما. هي التي ستدخل وتأتي بالجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق تحت سقف واحد. وتبدأ المباحثات على مستويات عالية. لحد الآن المجتمع الدولي يركز على الطبقات الأقل أهمية وليس مقاما أهمية في الحكومتين. حكومة الوفاق وكذلك الجيش الليبي الوطني. الآن الولايات المتحدة إن تدخل ستدخل وتذهب بالرؤوس ليجتمعوا مع بعض ويحلوا هذا الوطن. لكن حين تخوض الولايات المتحدة سيتقادم في تحدي التدخل العسكري الخارجي وتحدي إخراج المرتزقة. كيف ستتعاطم على الإجابات الروسية التي أشرنا إليها؟ بأنه لا وجود عسكري لا رسمي ولا غير رسمي لموسكو في ليبيا. وكذلك الرد الرسمي التركي بأن هذا التواجد العسكري هناك محكوم بالاتفاقيات الأمنية مع طرابلس. هل تشتري واشنطن هذه الروايات؟ نعم. هذه الروايات بالعكس تعطي الفرصة والعذر إلى الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل. لأنه يقول عليهم أنهم مرتزقة. إذا روسيا تنكر وجودهم وهم موجودون. إذن هم مرتزقة. وهم وجودهم ضد السيادة وخرق للسيادة الليبية. وربما الحكومة الليبية تطلب من إدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بالتدخل للتخلص من هذه الميليشيات أو المرتزقة. إذا روسيا تخلت عنهم. إذن لا تستطيع روسيا الدفاع عنهم. أو حتى استخدام حق الفيتو. إذا كان هناك قرار أممي من مجلس الأمم المتحدة ضد هذه الميليشيات أو المرتزقة. نفس الوضع مع تركيا. تركيا تقول نحن لدينا اتفاقية أمنية. واتفاقية مستشارين. وليست مرتزقة. سوريون موجودون في طرابلس. ويعني موجودين في أسواق طرابلس. إذن نعم. لما